مع الطلبة الفائزين في فئة الطالب المُثقَّف الفئة الأولى المرحلة الابتدائية من الصف الأول إلى الصف الثالث رغم صغر سنه لكنه قارئٌ متأمل يلتفت للتفاصيل ويتوقف عندها يحلم بالسفر حول العالم يُوقِن أن القراءة تُحقِّق له هذا وإن بقي في بلده رحِّبوا معنا في المركز الثالث بابن سوهاج عبد الرحمن الدكتور خلف الله عبد الحميد هو واحدٌ من أبطالنا الصغار المُبهِرين في قُدرتهم على تقديم أنفسهم أحبَّ القراءة عن اقتناعٍ عقليٍّ وليس فقط عن اعتياج عظيمُ فخره حين يُشجِّع زُملاءه على القراءة والمُشاركة في الأنشطة المُختلفة في المركز الثاني رحِّبوا معنا بابن القاهرة جاسر إبراهيم عبد الفتاح موسيقى 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 هو أصغر الفائزين عمراً في الموسم الثالث لديه قدرة فريدة على إذابة أي حاجز يحب الناس بشدة وأي مكان يخلو منهم غير مفضل له على الإطلاق لديه يقين خاص أن لكل شخص حكاية مثل التي أحبها في قصص والدته تلك التي قرأتها له وفي هذا بنظره تكون المتعة بعينها الفائز بالمركز الأول في فئة الطالب المثقف الفئة الأولى الطالب هارون محمود عاطف عويضة ترجمة نانسي قنقر الفئة الثانية المرحلة الابتدائية من الصف الرابع إلى الصف السادس صاحب طلة أخاذه شخصيته حاضرة كما ابتسامته يحب تفاصيل مدينته يأسرك بحديثه عنها وعن أهلها كمرشد خبير ومحب قدير أسرته خير رفيق للقراءة واليوم يقف رادًا لجميل فعلهم في المركز الثاني رحِّبوا معنا بابن قناء علي فيصل فاروق علي هي آخر العنقود في أسرتها تفتَّحَت عيناها على أسرةٍ كلُّ من فيها يحمل كتابًا يقرأ فيه زادها هذا رغبةً وعزيمةً في مواصلة الاطلاع لذا عادت للعام الثالث للمشاركة في المشروع الوطني للقراءة حتى تبلُغ ما تُريد الفائزةُ بالمركز الأول الطالِبة زهراء حسن محمد ثانوسي مصر بألوان المعرفة ترجمة نانسي قنقر